ارتفع الدخل السياحي في المملكة في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 9.1% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي هذا اليوم الدخل السياحي بحسب بيانات المركزي بلغ في شهر كانون الثاني من العام الحالي نحو 324 مليون و700 ألف دينار مقابل 297 مليون و500 ألف دينار في شهر كانون الثاني من العام الماضي البنك المركزي أرجع ارتفاع عائدات السياحة للمملكة إلى ارتفاع عدد السياحة الكلي للمملكة بنسبة 4.8% في أول شهر من العام الحالي حيث بلغ عدد سياحة المبيت بحسب بيانات وزارة السياحة والأثار 364 ألفا و200 سائح وعدد سياحة المجموعات السياحية 31 ألف سائح